بما انه لقيت الماندارين هذي وموجود في كل دار اجيو معي نوجد به واحد الكيك كي يجاء خفيف بزاف وشيش كيدو في الفم غديو اللي معتمد عندك غدينا نرفقه كدريك بواحد صوص بالبرتقال ساهل بزاف غدينا ناخد واحد اليناء وغدينا نوضع فيه ثلاثة ديال البيضات بدرجة تحرارة المطبخ البيض اللي كان لديكم في تلاجة غديت تخرجوا واحد ساعة من قبل اعادة باش تخدموه به ضروري ياخد درجة تحرارة المطبخ غدينا نضيف ليهم كس ديال السكر حبيبات او لسانيضة وصع الشيد فاني جميع المكونات غدينا عبرهم كس العنبة يعني الكس باش عبرت السانيضة غنعبر بيهم مكونات الاخرين غدينا نخلط مزيان حتى كي يبياد ليل خالد تماما هنا انا غنستعمل الطراء بكهربائي غدينا نضيف كس اللارو بديتزيد بالتدريج غدينا نضيفه شوية بشوية ما غديش نديرو دفعة واحدة يعني غدينا نضيفه على دفوعات وانا كنخلط في نفس الوقت كنخلط مزيان من بعد كنضيف كس ديال العنبة ديال الماندارين بعد ما عصرتوه او العصر ديال الماندارين مشي بالدارو تصفيو انا نضفطو فحلو كاك يعني بدوك الحبيبات اللي كي يكونوا فيه وغدينا نخلط مرة اخرى غدينا نضيف الدقيق او لطحاني بالتدريج وانا كنغرب الداروري متغرب له في هذا الوقت غدينا نحيط طراب الكهرباء وغدينا نستعمل فقط طراب اليداوي وانا كنخلط وكنضيف التحان وانا كنضيف التحان عند درجة خمارات وضروريتهم متغرب لهم وغدينا نخلط بالنسبة للقوام ديال هاد الكيك دارو كي يكون تقيل شوية يعني ما كيكونش خفيف في الاخير غدينا نضيف قشر ديال الليمون او اللاء الحامض اللي كان متوفر عندكم وغدينا نخلط مزين هاد المكونات حتى ما كيبقشي بليا طحن نهائيا بالنسبة للقوام ديال الكيك دارو كي يكون تقيل شوية غدينا نشكلو هنا الرقم 8 كيف ما كتلاحظو انه كي يعني ناجح غدينا نخليو علاج نب وغدينا ناخدو المول اللي غندرو فيه الكيك يعني اتأمكلكم تديرو اي مول عندكم او لا اي مول متوفر عندكم غدينا ندهنو مزين بالزبدة وغدينا نلبسو بالطحين غدينا نفرغ فيه الكيك ومن الافضل انكم تهزو يديكم الفوق ما امكن وتفرغوا الكيك ديالكم بالنسبة لطريقة ديال الطعي غدينا ندخلو الفران يكون بارد يعني ما تشعوش الفران من قبل غددخلوه وغدشعلو الفران على 180 درجة وغددروا فرغ في الفوقان يعني ما تديروش في التحت غدينا ناخد المول وغدينا نضربو مع سطح العمر واحد شوية وغدينا ناخدو العود وغدينا نضربوه واحد الخط في الوسط وغندخله الفران بالنسبة للصوص غدينا ناخدو الكاسترون وغدينا نوضع في عصر ديال الماندارين بعد ما اصرتوه غدينا نضيف لي ثلاثة دمعقة ديالسانيدة يمكن لكم تكتفي فقط بجوجة دمعقات السكر دائما كيبقى على حساب الضوق غدينا نضيف ليه صاشي دفاني وصاشي ديال الفلان بنوكهة الفاني غدينا نضيف لي كذلك شو جمعقة ديالك خيم باتيسير إلا ما كانتو متوفرة عندكم يمكن لكم تعاوضوها بالنشا غدينا نخلط هذه المكونات مزيان على البارد تكيحيدو ليدوك تكاتلت كاملين من بعد غدينا نضعو على النار وغدينا نخلي حتى كاعقاد ديالي ما تخليوش تاعقاد مياه في المياه فقط واحد شوية هنركيك ديالنا بعد ما خرجناه من الفران كنخليك يبرد واحد شوية وكنحيدو للمول ديال هنا كيفما كنت لاحظر على باقي السخون غدينا ناخد واحد القطيب وغدينا نتقبو كامل مزيان باش دخلنا ديك السوس دارولا هذا السوس تخلي واحد شوية جارية لما تديروه شتقيلا بزاف وغدينا نسقي بهذا كلكيكو مرة مرة غدينا نتقب كل ما تقبنا كل ما شربت لنا السوس مزيان غدينا نخلي حتى كتبرد وكنزينها هنا بشرائح ديال ليمون هنا كيفما كتلاحظو كيجي صار حتى نزوين وكيجي من فوخ وكيجي يعني من فش فش ازي قطع لكم من الوسط باش شوفوا شكل ديالهم من الداخل كيباش كيجي بالنسبة لي كيك جميع انواع لي كيك ما تقطعوهم شو ما باقي ينسخان من الافضل انكم تخليهم يعني على الاقل واحد من الساعة حتى كيبردو تماما عدا باش تقطعوهم باش ما يتفرتش ليكم هنا كيفما كتشوفو شكل ديال كيفش كيجي من الداخل صارحة كيجي شيش ومفش فش الكيكا ديالنا كتجي طالعو عالية ويعني كتجي صارحة رائعة بزيف كنقدمها مع ديك الصوس اللي بقاتلية بحكم ان انا دي الصوس شوية كتيرة كنتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم ونكون خفيفة على الاقلو لكم تلقى في الفيديو الجاه ان شاء الله وسلام عليكم اشتركوا في القناة